استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود في مكتبه بقصر اليمام اليوم سفير جمهورية العراق رشدي العاني الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة حضر الاستقبال صاحب السمو الملاكي لامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان